موسيقى تحديد لكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحافة الغد والتي نتابع فيها أهم وأبرز الأخبار التي تتصدر صفحات العدد الجديد الصدر غدا بإذن الله من صحيفة المصري اليوم معي هنا فيها للسجل للتعليق على هذه الأخبار وأيضا لتناولها بالقراءة والتحليل الكاتب الصحفي بالصحيفة الأستاذ يسري عبيد أهلا وسهلا بك معنا أهلا بك سهلا بك مشاهدين نستيل هذه الجولة الصحفية من الصفحة الخامسة ونقرأ مروان الحكومة تتعاون مع البرلمان ولا تتعالى على أعضائها وزير النواب يقول الداخلية الأكثر ردا وقانون الإدارة المحلية يحتاج إلى أعداد دقيق يعني دعنا نبدأ أستاذ يسري من قانون الإدارة المحلية الذي أشار الخبر لأنه يحتاج إلى أعداد دقيق والذي تم تأجيله أو تأجيل مناقشته يعني ما هي الأفكار الجديدة التي ربما يحملها هذا القانون المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلسي المجلس النواب أقام مؤتمر صحف النهاردة بمناسبة انتهاء دور لنقاد الثالث وأوضح للصحفين بعض الأمور وبعض النقاط الغامضة التي تحتاج إلى توضيح ومنها أنه قال أن قانون الإدارة المحلية الذي كان من المنتظر أن يتم إقراره في الدورة الماضية تأجل إلى دور لنقاد الرابع وقال أنه لابد أن يأخذ هذا القانون مجراه لأنه لابد أن يتوافق مع الدستور ويحتاج إلى حوار مجتمعي كبير لأنه سيترتب عليه إجراء الانتخابات المحلية وبالتالي رأى مجلس النواب أنه لا يستعجل في إصدار هذا القانون ويعطي حقه من حيث الدراسة ومن حيث إجراء الحوار المجتمعي المطلوب ومن حيث أن تكون جميع بنوده متوافقة تماما مع الدستور وبالتالي أوضح للمستشار مروان أنه تم تأجيل هذا القانون لعدة أشياء من ضمنها هذه الأشياء التي ذكرناها وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان أوضح أيضا مزيد من التفاصيل في خلال هذا الخبر تتعلق بمراقبة الحكومة وما إلى ذلك من إجراءتها لك أن تصلت الضوء عليها؟ بالطبع المستشار مروان أشار في البداية إلى تعاون التام الذي جرى بين الحكومة وبين مجلس النواب في إصدار بعض القوانين المهمة التي تم إصدارها في الدرون للنقاد الماضي ومنها مثلا قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي أشار إليه المستشار مروان وقال أنه أخذ دراسات كثيرة وأخذ منقشات كثيرة في مجلس النواب وقال أنه تم تعديله أكثر من ثلاث مرات حتى يخرج إلى النور ووصفه بأنه قانون بثلاثة أرواح بثلاثة أرواح بالطبع على أساس أنه تم تعديله أكثر من ثلاث مرات استجاب لمعظم مطالب نقابة الصحفيين في هذا الأمر وبالتالي كان مهم جدا إصدار هذا القانون المستشار مروان أشار أيضا إلى مسألة مهمة وهي مسألة حركة المحافظين المقبلة تم سؤاله عن هذا الأمر وقال أن المحافظين الآن وضعوهم دستوري إلى حين يتم تشكيل حركة المحافظين الجديدة وسأله أحد الصحفيين وقال أنه لا يعلم متى ستتم إصدار حركة المحافظين الجديدة من الصفحة الرابعة أيضا مشاهدين نطلع تصريحات وزير المالية حول اقتصاد مصر ونقرة المالية تقول الدولة تستعيد عافيتها اقتصاديا ولم نتخذ قرار بشأن طرح سندات دولية جديدة بالأسواق المحلية يعني ما هي التفاصيل التي تناولها هذا الخبر وأيضا وزير المالية في سياق هذا الخبر قال أن الوزارة سوف تنتهي من دراسة إعادة هيكلة منظومة الأجور الحكومية في العام الحالي يعني تحديدا ما هي التغييرات التي تتوقع أن تلجأ إليها الوزارة أو الحكومة في منظومة الأجور هو الدكتور معيط أوضح هذا الأمر وقال أنه سيتم بمجرد أن تم تكليفه بتولي وزارة المالية قام بإنشاء لجنة مستقلة لكي تنظر فيها الأجور الخاصة بالقطاع الحكومي وقال أنها تحتاج إلى أصلاح شامل وشكل هذه اللجنة وقال أنها لجنة مستقلة تم تشكيلها وستنتهي من أعمالها في نهاية هذا العام لكي يتم إصلاح الخلل أو الفروقات الموجودة في نظام الأجور الحكومي الدكتور معيط طبعا أشر لنا قد كثيرة في هذا المؤتمر الصحفي ومنها أنه قال أنه لن يتم إقرار طرح سندات حكومية جديدة وقال أن هذه الدراسة الخاصة بالأجور ستعالج بعض الخلل الموجود في الأجور الموجودة في الحكومة منذ فترة كبيرة ولم يتم اللجوء إلى أي سبب فيها وبالتالي أعتقد أن أوضح أيضا دكتور معيط قال أن الموازنة العامة حققت فائدا ماليا لأول مرة منذ فترة كبيرة هو حوالي 4 مليار و4 من 10 وقال أنه تم ذهاب هذا الأمر إلى بعض المسائل الخدمية في الدولة أعتقد أمور كثيرة أوضحها الدكتور معيط في هذا المؤتمر الصحفي طيب وأشار أيضا لتخاذ ربما عدد من الإجراءات خلال الشهر الحالي وصف بأن هذه الإجراءات جاءت لتطوير أداء الاقتصاد المصري هلك أن توضح لنا بعض هذه الإجراءات؟ هذه الإجراءات أعتقد أنه أشار لها أنه في لجنة تم عملها بين وزارة المالية وبين الجازل وبين المحافظة البنك المركزي هذه اللجنة منط بها أن تعمل على التنسيق التام بين السياسة النخضية والسياسة المالية في الدولة لكي تحفز الاقتصاد المصري وهناك خطة أن يتم وضع الاقتصاد المصري ضمن أكثر 30 اقتصاد على مستوى العالم تنفسية خلال السنوات القادمة مشاهدين ننتقل إلى الصفحة السادسة ونقرأ انطلاق أولى رحلات ضيوف الرحمن من برج العرب بعد غد حجاج سيناء يغادرون القاهرة أول أغسطس وتجهيز منطقة انتظار مكيفة لخدمة الحجاج المسافرين أمام الصالة الموسمية بمطار القاهرة تفاصيل هذا الخبر من فضلك؟ تفاصيل هذا الخبر أن وزارة الطيران المدني بقادة الفريق يونس المصري أعلنت أنه سيتم إقلاع أول رحلة للحجاج المصريين فيها الأول من أغسطس وقال أنه سيتم حجاج جنوب سيناء وشمال سيناء فيه من مطار القاهرة الدولي وسيتم يوم 2 أغسطس حجاج المحافظة الجيزة ومحافظة بورسعيد طبعا أشار إلى أنه لأول مرة ستقام خيمة كبيرة أو مكان لانتظار المسافرين وعائلاتهم وزويهم وستكون مكيفة وأعتقد أنه تم الإشراف عليها من رئيس شركة مطار القاهرة الدولي نعم كل هذه الأشياء أعتقد أن الفريق كونس المصري قام بها منذ أن جاء وزيرا للطيران المدني أشار إلى أنه سيتم شركة مصر الطيران ستقوم بتسفير حوالي 50 ألف حاج خلال هذا العام إلى المدينة المنورة وإلى مدينة جدة السعودية أيضا مشاهدين من الصفحة الثالثة نقرأ المستشفات الجامعية تشارك في إنهاء قوائم الانتظار عبدالغفار يقول تعليمات رئاسية بتخفيف معاناة المرضى وجاري تنفيذ الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة يعني في خلال أو في إطار البروتوكول الموقع ما بين المستشفات الجامعية وأيضا مستشفات وزارة الصحة وذلك القضاء على قوائم الانتظار يعني ما الجديد الذي جاء في هذا الخبر يتعلق بهذا البروتوكول أو يتعلق بتنفيذه الجديد أنه ستتم المستشفات الجامعية ستنضم إلى المستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة في محاولة القضاء على قوائم الانتظار التي الدكتورة هالة زايد ووزارة الصحة أعلنت قبل ذلك أنه هناك خطة موضوعة من قبل الوزارة بنانا على تكلفات من الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الحارجة في الدولة التي المرضى كانوا يستنوا حوالي شهور عشان يجروا هذه العمليات وبالتالي كان لابد من إشراك المستشفات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي في هذه المنظومة والدكتور خالد عبدالغفار وقع برتكول قبل ذلك مع وزارة الصحة في هذا الأمر وأعلن أن المستشفات الجامعية جميعها سواء قصر العين أو كل المستشفات على مستوى الجمهورية جاهدة لاستقبال الحالات التي موجودة من ضمن قوائم الانتظار هل سيتم تحديد أنواع الحالات الحارجة التي سوف تستقبلها وتحديد مواعيد معينة لاستقبال هؤلاء المرضى وقالوا الحالات الحارجة التي لن تنتظر أو هي الأولى بإجراء العمليات ستتم نظام أولويات يعني هناك عمليات القلب وهناك عمليات زراعة الكبد كل هذه العمليات حارجة لها الأولوية في أعتقد في قوائم الانتظار وبالتالي أعتقد تفاصيل هذا الأمر كله موقع بالبروتوكول بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي فيما يتعلق بكل هذه العمليات التي ستجرى وفقا لهذا البروتوكول هل ميزانية وزارة الصحة هي التي ستتحمل هذه التكاليف؟ بالطبع ميزانية وزارة الصحة ستتحمل كل هذه التكاليف بالإضافة إلى ميزانية وزارة التعليم العالي الخاصة بالمستشفات الخاصة به هناك تنسيق ما بينهم وإعتقد أن الشامل أو المظلة لهذا الأمر هو وزارة الصحة التي تقوم بالتكفل بهذه العمليات لأنها هي التي تحدد قوام الانتظار لديها على جميع المنضة على مستوى الجمهوري نعود مشاهدين الكرام إلى الصفحة الخامسة ونطالع تقريرا عن نشاط رئيس مجلس الوزراء ونقرأ الدكتور مصطفى مدبولي يتابع تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بثلاث محافظات في إطار هذا الخبر سيد يسري هل لك أن توضح لنا أهم النقاط التي تناولها؟ النقاط التي تناولها الدكتور مصطفى مدبولي عقد افتماع لمتابع تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب تحديدا في ثلاث محافظات هي محافظة المنوفية ومحافظة بني سويف ومحافظة الإسماعيلية طالب بالانتهاء وسرعة الانتهاء من حصر حوالي 300 قرية تحتاج إلى إدخال الصرف الصحي وإدخال مياه نظيفة إلى هذه القرى وطالب بأن يتم التزام بالتوقيطات المحددة الخاصة بالانتهاء من هذه المشروعات هو يعلم تماما أن هناك قرى كثيرة لم يتم إدخال الصرف الصحي ومياه الشرب النقية إليها وبالتالي كان شدد الدكتور مدبولي في هذا الأمر كثيرا على المسؤولين حتى يتم الانتهاء من هذه المشروعات كلها في الموعد المحددة له هل سيتم دعوة رجال الأعمال أو بعض الشركات الخاصة الكبرى في مصر مثلا للمساهمة في هذه المشروعات وتوصيل ربما المياه النظيفة إلى بعض القرى والنجوع البعيدة في المحافظات بالطبع يتم دعوة بعض الشركات حتى يتم إنجاز هذه المشروعات تحت إشراف وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في هذه المشروعات نحن نعلم أن القرى التي تحتاج إلى صرف الصحي ومياه كثيرة جدا وبالتالي لا بد من إدخال كل الشركات سواء شركات عامة أو شركات خاصة لكي يتم الانتهاء من هذه المشروعات نحن نعلم أنها قرى بأكمالها ومئات القرى لم يتم إدخال الصرف الصحي إليها وبالتالي لابد من مساهمة الشركات القطاع الخاص في هذا الأمر هل تم تحديد من قبل الدولة جدول زمني محدد ربما لانتهاء من هذه المشروعات في هذه المحافظات الثلاث؟ أولا المحافظات الثلاث لم يتم تحديد معات زمني محدد ولكن يتم نظام خطة المحافظات الثلاث في البداية ثم محافظات أخرى المحافظات التي لديها قرى تحتاج إلى هذا الأمر أو عدد كبير من القرى هي التي يتم البدء بها وبالتالي اعتقد محافظة النفية ومحافظة بنسويف ومحافظة الإسماعيلية من ضمن المحافظات التي لديها قرى تحتاج إلى هذا الأمر نحن لا ننسى أن هناك كان اجتمع أيضا مع الدكتورة صاح النصر اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والدكتورة هالة زايد لمناقشة بعض الفرص الاستثمارية الخاصة بالخطاع الطبي مشاهدين ننتقل إلى الشأن العربي ومن الصفحة السابعة نقرأ مصر تدين استهداف ميليشيات الحوثي وتدين استهداف ميليشيات الحوثي ناقلتين نفط سعوديتين في البحر الأحمر وخبراء يقولون إغلاق باب المندب أمام حافلات النفط يهدد معامل التكرير المصري تعليق حضرتك على هذا الخبر ميليشيات الحوثي تم استهدافت بالأمس ناقلتين نفط سعوديتين في المياه البحر الأحمر بقرب من باب المندب وده نتيجة الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات وبالتالي هذا تصعيد خطير جدا لأنه يهدد الملاحة في باب المندب طبعا السعودية قالت أنه سيتم تعليق مرور نقلات النفط من باب المندب في البحر الأحمر مؤقتا الإمارات أعتقد أنه ستأخذ حزو هذه المسألة وبالتالي أعتقد أنه سيدر كثيرا بمعامل التكرير المصرية لأنها تعتمد على النفط السعودي القادم من هذا الأمر أعتقد أن الحرب في اليمن أوشكت على الانتهاء من الناحية السلمية لأن كل طرف أيقن أنه لن يتم حسم هذه الأمر أو هذه الحرب بالناحية العسكرية وبالتالي أعتقد أن مبعوث الأمم المتحدة يقوم بجولات مكوكية ما بين الرياض وما بين مقابلة زعيم الحسين لقد أجرى مقابلة اليوم مع زعيم الحسين عبد الملك الحسين لمحاولة الوصول إلى حل سلمي للصراع في اليمن الذي أعتقد أنه لن ينتهي بالحل العسكري وإنما لابد من الجلوس إلى مائدة المفاوضات وحل هذا الأمر مع هذه الاستفزازات التي تقدر ما بين الحين والآخر من جانب ميليشيا الحوثي للجانب السعودي هل ترى أن السعودية ربما تلجأ أو تفكر في بعض التصعيد العسكري بشكل أكبر ضد ميليشيات الحوثي جراء هذه الاستفزازات المباشرة للسعودية؟ أعتقد أن السعودية جربت أكثر من مرة التصعيد ضد ميليشيات الحوثي ولكن نعلم أن نعلم الطبيعة الجبلية لليمن ومساعدة إيران لميليشيات الحوثي وبالتالي هذا أطال أمد الحرب أعتقد أن السعودية لن تقدر على الحسم العسكري لهذه الحرب منذ أربع سنوات والسعودية مستمرة وبعض الحلفاء في الحرب في اليمن ولم يتم القضاء على ميليشيات الحوثي وبالتالي أعتقد أن الإمارات ألمحت إلى أنه ربما تقوم بصاحب بعض القوات من اليمن لأنها علمت تماما أن الحرب في اليمن لن تنتهي بالحلول العسكرية وإنما لابد من الجلوس إلى مئدة المفاوضات وحل هذا الأمر التصعيد لن يجدي شيئا ميليشيات الحوثي تواصل إطلاق القذائف والصوريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية وبالتالي أعتقد أن القوى السعودية لم تستطح حتى الآن حسم هذا الأمر ننهي مشاهدين جولتنا من الصفحة السابعة ونطلع الأوضاع الميدانية داخل الأراضي السورية ونقرأ 250 قطيلا و200 جريحا هم ضحايا مكزر الداعش الإرهابي في السويداء تعليق حضرتك هذا الخبر تنظيم داعش حاول إحياء ما فقدوا في سوريا هاجم بالأمس محافظة السويداء كان يركز على أن يتم احتلال مركز المدينة نحن نعلم أن المنطقة التي أتى منها تنظيم داعش هي منطقة بالقرب من قاعدة التنف الأمريكية الموجودة في سوريا وبالتالي الجيش السوري ليس لو سترى عليها كبيرة جاء هذا التنظيم وحاول أن يحتل مركز مدينة السويداء لكي يخفت ضغط عن المحاصرين من أعضائه في محافظة درع التي يشن الجيش السوري هجمات مكسفة عليها واستعاد أكثر من 95% منها وبالتالي عندما فشل في اقتحام مركز المدينة قام بعدة عمليات تفجيرية انتحارية في المدنيين الموجودين في مركز المدينة مما أوقع هذا العدد الضخم حوالي 250 شخص ومئات الجرحة في هذه العمليات الانتحارية التي قام بها تنظيم داعش ولكن الجيش السوري والدولة السورية أعلنت أنه تم القضاء على هذه المحاولة الفاشلة لاحتلال مركز مدينة السويداء بعد تحقيق الكوات العراقية مكاسب كبيرة أمام داعش هذه الكوات الإرهابية في أرض العراق كيف تفسر عدم كدرة الكوات السورية حتى الآن السيطرة على هذه الكوات الإرهابية ربما محاصرتها وإضاعفها كما حدث في العراق أعتقد الوضع مختلف تماما في سوريا كانت الحرب لو لا التدخل الروسي وتدخل الإيراني إلى جانب رئيس بشار الأسد لكانت الحرب في سوريا انتهت لصالح هذه المجموعات الإرهابية ولكن المجموعات الإرهابية والمجموعات المعارضة كانت تحتل جزءا كبيرا جدا من سوريا وبالتالي عندما يقوم الجيش السوري بعملية استعادة وتحرير بعض المناطق أعتقد أن هذا الأمر سيأخذ وقت كبير جدا نحن نعلم أن في سوريا القوات الأمريكية في العراق كانت تساند الحكومة العراقية ضد داعش الوعدة مختلفة في سوريا القوات الأمريكية تساند بعض المجموعات المسلحة الموجودة في سوريا القوات التركية ونظام أردوغان يساند بعض المجموعات الموجودة في شمال سوريا ولكن القوات السورية نظام رئيس السوري بشار الأسد تقف يقف بجانبه أيضا الحكومة الروسية بكل مؤسستها العسكرية ومع ذلك لم تحقق ربما أن سارة هذا أدى إلى أن جيش السوري استعد أكثر من 90% من مساحة سوريا لا يبقى إلى محافظة إدلب الخارجة عن سيطرة النظام السوري وبعض المناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بمساعدة القوات الأمريكية الوضع في سوريا مختلف تماما عن الوضع في العراق الوضع في العراق كما قلت لحضرتك كانت تسانده القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي كلها كانت تساند القوات العراقية الوضع في سوريا مختلف هناك بعض القوات الأمريكية وبعض القوات الإسرائيلية في الجنان المحتل وبعض القوات التركية في شمال سوريا تساند المجموعات المسلحة والمجموعات الإرهابية في سوريا وبالتالي هذا يعطل كثيرا الحل في سوريا وما حصل في السوداء بالأمس خير دليل على هذا هذه المجموعات لم تكن لتقوم بما قمت به إلا بمساعدة من القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة التنف العسكرية إذن ترى أنه لتحقيق ربما انتصار أكبر على داعش في الأراضي السورية لابد من تدخل خارجي عسكري أكبر إلى جانب القوات السورية أعتقد أن قمة الرئيسين بوتين وترامب في هلسينكي الأسبوع الماضي أعتقد أنها أفضت إلى اتفاق ما بين الرئيسين على خروج القوات الأمريكية من سوريا وإنهاء الحرب مقابل إخراج القوات الإيرانية والمليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا أعتقد أن هذا الحل تم التوصل إليه وبالتالي الأمور في سوريا أعتقد أنها تتجه إلى التسوية واستعادة الجيش السوري معظم مساحة سوريا بفضل هذا الاتفاق الذي حصل بين الرئيس ترامب والرئيس الروسي بوتين الأستاذ يسري عبيد الكاتب الصحفي بصحيفة المصري اليوم شكرا لك على كل هذا العرض المستفيد لما ورد معنا من أخبار اليوم شكرا لك أهلا وسهلا شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام على هذه المتابعة الطيبة غدا في الموعد نفسي جولة صحفية جديدة تقبلوا تحياتي إلى اللقاء اشتركوا في القناة